غردايا إلى صدارة المشهد الجزائري نتيجة العنف المستمر بصورة متقطعة منذ ديسمبر الماضي السكان المحليون عتلوا اليوم في هذه المدينة على جثة شاب عليها أثار طعناط بخنجر فيما سقط آخر أمس في بريان القريبة من غردايا وبذلك ترتفع حصيل قتل المواجهات يوما بعد يوم إضافة إلى مئات المصابين بينهم رجال شرطة المواجهات تفجرت منذ أشهر على خلفية صراعات ذات صبغة عرقية ومذهبية بين العرب والأمازيغ ولاية غردايا تقع على تخوم الصحراء الكبرى وتبعز ستمائة كيلومتر جنوب العاصمة للجزائر وتضم عددا من المدن أهمها غردايا وتعتبر ذات أهمية حيوية لمرور طريق سريع رابط بين الشمال والجنوب عبرها إضافة إلى أهميتها السياحية الكبيرة ويسكنها خليط من العرب من أتباع المذهب المالكي والبربر الأباضية التوتر البالغ في غردايا دفع بالسلطات الجزائرية إلى نشر نحو ستة ألاف عنصر من الأمن قبل أن توفد السلطات عبد العزيز بالخادم المستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في محاولة لنزع فتيل الأزمة وربما يشكل مقتل شابين خلال يومين فحسب مدعاة لتوتر جديد في هذه المنطقة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة بريان الواقعة في غردايا جنوب الجزائر موفد العربية أمين حميدي أمين أهلا بك معي في هذه النشرة أولا هناك يبدو تصاعد مستمر في عمال العنف في مدينة غردايا والآن توسعت أيضا إلى مدينة بريان القريبة من غردايا كيف تبدو الأجواء الآن حميدي بعد وجود أحد الشبان وجدوه قتيلا بالفعل أنا هنا في بريان جنوب الجزائر تقريبا 600 كيلومتر عن العاصمة الجزائرية هذه المنطقة بريان هنا قريبة جدا من منطقة غردايا التي كانت قد اندلعت فيها الأحداث منذ حوالي أربعة أشهر هذه الأحداث الأخيرة لكن من قبل هذه الأحداث تعود ربما لسنوات بعيدة نوعا ما أسبابها مختلفة معقدة جدا حتى الجزائريين لا يفهمون طبيعة هذه الأزمة وحتى وسائل الإعلام الجزائرية أحيانا تنقل أخبار قد لا تكون حقيقية عن ما يعيشه سكان هذه المنطقة وصلنا الآن هنا إلى هذه المنطقة قبل حوالي ربع ساعة وسائل الإعلام الجزائرية تتحدث عن اشتباكات كبيرة تتحدث عن انفلات أمن كبير لكن ما شهدناه هنا الآن ما شهدته العربية مختلفة الآن المنطقة حسب تعبير أهلها تعيش هدوءا حذرا قد تعود الاشتباكات في أي لحظة لكنها الآن في هذه اللحظات هادئة مستقرة على أن الجانبين من الأمازيغ المزابيين والعرب متخوفون جدا من عودة الاشتباكات بين الفينة والفينة الأخرى على كل أحاول أن نعرف هذا المشكل باختصار معنا أحد أهالي سكان مزاب من الجانب المزابي هنا هناك جانبين جانب مزابي وجانب عربي يفصل بينهما طريق وطني كبير ربما حتى المزابين يتخوفون للذهاب إلى العرب من الجانب الآخر والعرب يتخوفون من الذهاب إلى الجانب المزابي أريد أن أسأل كيف تفسر ما تعيشه غردايا اليوم كيف تعيشه ما تعيشه بريان اليوم بريان أنا السلام عليكم راح نحكي لكم على بريان أنا راح نحكي لكم على بريان بريان كان واحد الناس خرجوا في الانترنت قال الجموعة المقدسة الجموعة آآ زحف الجموعة المقدس هاد الناس هذوم لازم يتحكموا لازم يتعرفوا هذوم الناس ما يعني بالجموعة المقدسة؟ مكتوبة في الزحف الجموعة المقدسة على الخوارج كتبوها هاد الناس هذوم خوارج من أنتم؟ ايه خوارج في بريان وفي غردايا وفي القرارة هاد من الناس هذوم لازم يتحكموا غير تحكموا الناس هذوم نعرفوا الناس اللي راموا وراهم كارل باسك ياب كان بزاف الناس اللي حابين يشعلوا الجزائر من غردايا الجزائر حابين يشعلوها من غردايا على كل حال الجزائر حابين يشعلوها من غردايا ما قدروش يشعلوها من غردايا ولا الانترنت يخدم خدمته والناس سمحني شو هي أسباب الحقيقية التي وصلت بكم إلى هذا النزاع أسباب الحقيقية الأمن سمع نقوله الأمن هناك الكثير من هناك الكثير من في الولايات هناك الكثير من كما يقولون الخارجين ترك الكثير من الفندلزم لا لا أنت تتحدث عن العصابات الجريمة العصابات الجريمة هذو اللي رح يخدمون في الولايات هذو كما اللي رح يخدمون في الولايات الناس اللي رح ملا بس عليهم خاطئهم المشاكل ما يديروش المشاكل الناس اللي اللي ديروا المشاكل هم الناس العصابات العصابات يخدموهم أمين بس أمين إذا تكرمت أسأل ضيفك عن دور السلطات الجزائرية في هذه المشاكل التي تحدث الآن نعم أنا أودا أسأله لكن يبدو أن وظيفي لديهم مشكل في العربية لأنه يتكلم أكثر فرنسية لكن كثير من شباب متواجد معي هنا لماذا سلطات الجزائرية لغاية الآن لم تتمكن من حل هذا المشكل لماذا سلطات الأمنية الجزائرية لم تتمكن لغاية الآن من حل هذا المشكل وتوقيف هذه الفتنة بين العرب والميزابيين السلطات الجزائرية الآن مشغولة في انتخابات فقط همها الواحد انتخابات فقط لماذا ما علاقة الانتخابات بما تعيشونهم اليوم تعيشونه اليوم الجزائر الجزائر تمر بالمراحل الانتخابات الماضية الانتخابات في تسعة وتسعين في السنوات الماضية هناك إرهاب طرقات هناك سيارات مفخخة هنا مرة هذه الأخيرة جابوا المشكلة تاعة غردية في الوسط تتهيبون السلطات أنها هي من وراء تحريك هذا الوضع السلطات عندها تلات أيام سلال جل الغردية هنا قال خيطاب في خيطاب قال في خيطاب سلال عندما أبو تفريقة يكون رئيس الجمهورية الوضع التاغردية يكون في بإذن الله يكون وضع آمي إن شاء الله لكن الانتخابات على بعد أربعة أيام كيف أنتم ستنتخبون لا يوجد انتخاب هنا ليست عندنا مكاتب الانتخابات هنا لماذا؟ أليس مصيركم بالتغيير؟ أليس مصيركم بالانتخاب؟ نحن مشكلنا لا يتعلق بالانتخابات ما هو مشكلكم؟ نحن مشغلون بالأمن نحن الآن نحن مشغلون بالأمن السلطات المحلية والأمن الجزائري لا يقدر أنا شاهدت هنا قبل قليل ربما أكثر من عشرات الآلاف من رجال الأمن متوجدين في كل مكان كل هذه الأعداد لم تستطع لحل هذا المشكل الأمن عندما تتحرك تتحرك الشباكات الأمن لا يتدخل الأمن لا يوقف العصابات الأمن لا يستعمل عصابات من الطرفين أنتم عندكم عصابات نحن في وضع الدفاع لكن العرب يتهمونكم بأنكم تهاجمونهم أيضا نحن الإباضية العالم يشهد علينا هنا في الجزائر أو في الخارج لا يوجد إباضي يعتدي إذن نعم أمين نعم إذن هكذا كما تشاهد هذا هو الجو هنا في غردايا جانب يقول أنه الجانب الآخر هو المعتدي والجانب الآخر لما تتكلم معه يقول أن الجانب الآخر هو المعتدي الفتنة كبيرة جدا كما تتحدث وسائل الإعلام وكما يقول الجزائريون هنا ربما ستبقى مستمرة على الأقل لغاية ما بعد هذه الانتخابات نعم من مدينة بريان الواقع في ولاية غردية جنوب الجزائر موفد العربي أمين حميدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك